موسيقى الرئيس سيسي يتسلم أوراق اعتماده 18 صفيرا جديدا ويؤكد الحرص على تعزيز أطر العلاقات التنائية التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية مدبولي يؤكد التطلع لزيادة الاستثمارات النرووجية في مصر ويدعو شركات جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار والأمين العام لحلف نيتو يقول أن روسيا تعزز وجودها في دومبا ستستعد لهجوم جديد على كياذ الثلاثة بي القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تسلم الرئيس عبدالفتاح أسيسيا وراقعة مادية 18 صفيرا جديدة هذا وقد رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة مؤكدا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كفة كذلك استمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محلي لاهتمام المشترك تسلم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباحا أوراقعة مادية 18 سفيرا جديدا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كفة واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك حرص الشعب سلام الجمهورية الفرنسية سلام سلام حرص الشعب جفن سلام موسيقى سعادة سفير الجمهورية الفرنسية سعادة سفير جمهورية أرمينيا سعادة سفير الجمهورية الإيطالية سعادة سفيرة الاتحاد السويسري سعادة سفير جمهورية أوزباكستان سعادة سفير اليابان سعادة سفير منغوليا سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة سفير جمهورية ملطة سعادة سفير جمهورية النيجر سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة سعادة سفير جمهورية صربيا سعادة سفير جمهورية مالي سعادة سفير جمهورية سيراليون سعادة سفيرة الجمهورية السلوفاكية سعادة سفير جمهورية السنغال سعادة سفير جمهورية فيتنام الاشتراقية ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية للبترول وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية وأعرب الرئيس أسيسي خلال استقباله وفدا من الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكاليزي عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع طاقة وبموجبها طبعا مواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها من جانبه أعرب رئيس شركة إيني عن تشرفه باللقاء الرئيس عبد الفتح السيسي مؤكدا على ما تمثله مصر من كونها إحدى أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لا سيما في ضوء الاهتمام الذي توليها الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي وقد استعرض تسكاليزي تطورات المشروع المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر كذلك تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إتكو ودمياط التي تعملان بكامل كفاءتها حاليا وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة أصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط ذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة كما تم أيضا عرض إسهامات شركة إيني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأغدر ذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ هناء الرئيس عبد الفتاح أسيسي الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قر بحلول شهر رمضان المعظم وأعرب الرئيس في برقيته تهنئة نقلتها سفاراتنا قنصريات مصر بالخارج لأبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عن أمنياته أن يتقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر الفضيل وأن يستجيب دعاءنا بأن يحفظ مصر الغالية وأن يعيده على شعبها بالخير واليمن والبركات أشهد المجلس التنفيذي الوزاري لتجمع السحل والصحراء بالرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره في إطلاق عمل مركز مكافحة الإرهاب التابعي للتجمع جاء ذلك في البيان الختمية للمجلس التنفيذي الوزاري لتجمع السحل والصحراء التي عقدت دورته الحادية والعشرين في العاصمة المغربية الربعة جدير بالذكر أن مركز مكافحة الإرهاب قد تم إقامته بالقاهرة بناء على توجيهات الرئيس السيسي بهدف دعم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية بالإضافة إلى مساعدة تجمع السحل والصحراء على تحقيق أهدافه في التنمية والأمن أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مع الأشقاء في دول السعودية والإمارات وقطر وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل وتوطين الصناعة والتكنولوجيا أشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من المشروعات الجارية تنفيذها وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية كذا مقترحات التعاون في مشروعات أخرى جديدة سواء في قطاع البنية التحتية أو البشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية وزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل ذلك في ضوء تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية كما تابع مدبولي موقف حزم التمويل المختلفة كذا اتفاقيات التمويل الميسر مع شركاء التنمية أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالوتيرة المتسارعة لزيادة حجم الاستثمارات النرويجية في مصر خلال الفترة الأخيرة لا سيم في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والإنتاج السمكية وخلال اجتماعه مع وزيرة خارجية النرويج وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أعرب مدبولي عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات النرويجية ودعوة شركات جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في مصر وأكد مدبولي أن التوجه النرويجي الاستثماري القوي في مصر يلقى ترحيبا وتعاونا من جانب الحكومة والتزاما بتهيئة الظروف الكفيلة بنجاح وزيادة هذه الاستثمارات بهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في التعاون والشراكة بين الجانبين كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التعاون الاستثماري في ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه اليوم بين صندوق مصر السيادية وسندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاق إطاري ما بين صندوق مصر السيادية وصندوق الاستثمار النرويجي وشركة سكعتكاء النرويجية وذلك للتعاون في مجال تطوير مشروعة الطاقة المتجددة والهايدوريجين الأخضر وأيضا البنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الإفريقية يأتي هذا التعاون في إطار الروابط والعلاقات ما بين مصر والنرويج إدراكا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ خاصة وأن مصر تستعد لإستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كاب 27 نوفمبر المقبل وبمجاب الاتفاق الإطاري يتطلع كل من صندوق مصر السيادي وصندوق الاسثمار النرويجي وشركة سكاتيك النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك يتضمن لطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهايدوريجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في بعض من الدول الإفريقية كما شهد رئيس المجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهايدوريجين الأخضر في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كذلك توقيع اتفاقية الشروط الرئيسة لعقد شراء الهايدوريجين بالمشروع وبمقتضى الاتفاقية الأولى ستتولى شركة سكاتيك أنروجية إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهايدوريجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات حيث سيتم توريدها لشركة مصرية مملوكة لشركة فريتي جلوب العالمية الرائدة في مجال إنتاج الأمونيا والتي ستقوم باستخدام الهايدوريجين الأخضر كمادة وسيطة تكملية لإنتاج الأمونيا الخضرية بموجب عقد شراء طويل الأجل نظمت الكلية الفنية العسكرية المؤتمر العلمي الدولية الحادي عشر في الفترة من التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من مارس الجاري وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس وأعرب مدير الكلية الفنية العسكرية عن تطلعه أن يثمر هذا الملتقى العالمي أو العلمي الهام وما يتضمنه من بحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات ما بين ممثل الهيئات المشاركين في المؤتمر من الدول المختلفة يشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة المتخصصين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية والجهات التصنعية من عدد من الدول لعرض أحدث الأبحاث العلمية في المجالات الهندسية وذلك من خلال عقد عدد من الجلسات العلمية وورش العمل تواصل وزارته الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية هذا وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 117 قضية تمونية بمضبوطات ما يقترب من 499 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 163 طن سلع غذائية مختلفة وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 211 طن سلع مدعمة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 33 طن سلع مختلفة و36500 لتر مواد بترولية و19250 قطعة مستلزمات طبية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 28 طن أسمنت وما يقترب من 63 طن حديد تسليحة قال وزير الخارجية سمح شكري أن الشركات النرويجية مهتمة بزيادة نشاطها في مصر نظرا لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي وأضاف شكري خلال معتبع صحفي مع نظيره النرويجية أن مصر تتطلع لزيادة التعاون مع النرويج خاصة في إطار طاقة الجديدة والمتجددة والحيدورجين الأخضر وتحليات المياه الشركات النرويجية مهتمة بزيادة تواجدها واستثمرتها في مصر تقديرا لما حققته مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي ووجود عوائد مجزية لهذه الشركات ونستفيد من خبرتها ومن قدرتها ومن أداءها في دعم المجالات ذات الأهمية بالنسبة لمصر خاصة في إطار الطاقة الجديدة المتجددة تحليل المياه وأيضا التقات الجديدة مثل الهيدورجين الأخضر من جهتها قالت وزيرة خارجية النرويج أن المباحثات قد تترقت إلى عدد من المواضيع منها مؤتمر كوب 27 المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيق هذا العام كما أكدت وزيرة خارجية النرويج تقدير بلادها لجهود الدولة المصرية بشأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي تحدثت مع وزير الخارجية المصري وناقشنا عدة مواضيع منها مؤتمر كوب 27 وأيضا أمور إقصادية أخرى وأيضا ناقشنا الموضوع الخاص بأوكرانيا والأمور خاصة بحقوق الإنسان اليوم وقعنا عدة اتفاقيات بين الحكومة المصرية والشركات النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتقددة مملكة النرويج على الرغم أنها في شمال أوروبا فإنها تولي اهتماما كبيرة بهذه المنطقة من العالم أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الحلة السياسية يظل سبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية مرحبا في هذا الصدد بالمشاورات اليمنية اليمنية التي تستضيفها الرياض حاليا ومعتبرا أن هذه المشاورات تمثل خطوة على الطريق في تحقيق هذا الحل الذي يحقن دماء اليمنيين ويعيد الاستقرار لبلدهم ويحول دون استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه وقدد أبو الغيط إضانته للهاجمة المتكررة التي تشنها قوات الحوثي على السعودية والإمارات وكذا على الشعب اليمني بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني باعتبار أن هذه الهجمات تستهدف منشآت الدين مدنية وتعرض حياة السكان للخطر أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف أن نجاح المشاورات اليمنية ليست خيارا بل واجبا يتطلب استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية وخلال لقائه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن بحث الطرفان عددا من الموضوعات أبرزها أهمية اغتنام الفرصة الحالية للمشاورات اليمنية اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء هذا النزاع أكد رئيس التونسي قيس السعيد أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وفي إطار احترام القانون أشدد السعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي على أنه سيتم ملاحقة من يتآمر على أمن الدولة أقول للشعب التونسي لتأمن إن شاء الله من بعد خوف ربما ولكن لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة أنها محاولة فاشلة للانقلاب وهو تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي الآن مشاهدين الكرام ننتقل لكلمة للرئيس الروسي بلدامير بوتن وعلى قدراتنا العامة وبالتالي وباستخدام القدرات الصناعية الكاملة لكل الشركات الروسية والمؤشرات الرئيسية الاقتصادية والسياسية يجب أن تنبثق من أو أن تركز على خفض الفقر وعدم المساواة وتأمين وأن تؤمن بضائعنا وبانطلاقا من هذه الركائز بدأنا الأسبوع الماضي بمنقشة بناء المساكن واليوم سنتحدث عن تطوير النقل الجوي إضافة إلى صناعة الطائرات التي نوليها أهمية كبيرة في المواصلات لاتحادنا الروسي وأن بنات الطائرات ومختصوط طيران شعروا بوطأة عقوبات الغربية امتنعت الشركات الغربية عن الوفاء بالتزاماتها مع شركات الطيران وخدمات الروسية وفي الواقع احتالوا على الشركات الروسية وأوقفوا توريد وتأجير الطائرات كما وأوقفوا أو أغلقوا المجال الجوي الأوروبي أمام الطائرة الروسية دو وبدون ذكر العواقب على الشركات الأوروبية بما في ذلك إفساد سمعتهم أود أن أنوها هنا إلى أن الشركات الروسية تنفذ التزاماتها بالقابل وكانت مستعدة للاستمرار في هذا الأمر إلا أن الدول الغربية خطت خطوتها وعلينا أن نرد عليها وأن ننطلق من مبدأ أنه ليس هناك تعاون بعد مع هذه الشركات في الأوقات القادمة لا نود أن نغلق أبوابنا ونتحول إلى تورة مغلقة ولكن علينا أن نقيس على واقعنا القادم وأن نقوم بكل ما يتوجب عليه لننهض ونتجاوز بقطاع الطيران الروسي كل العقوبات بل وحتى أن نحقق زخما إضافيا فأولا يجب أن نضمن العمل للمختصين وضمان بقاء الحركة النقل الجوي للمواطنين الروس وكما قلت فإن هذه التدابير تدابير عاجلة أما فيما يخص بالحلول الطويلة الأمد فيجب تنقيح استراتيجية التنمية تنمية قطاع الطيران بأخذ بعين لاعتبار الشروط الجديدة فهناك فرص كاملة لمطوري الطائرات الروسية ولمكاتب التصميم وغيرهم خلال العقد التالي أو القادم يجب أن تزداد نسبة الطائرات الروسية ضمن أساطيل شركات الطيران الروسية وهي فرصة لمتجد طائرات مع ضمان النجاح الاقتصادية وهذا أمر من الأهمية بمكان لشركات الطيران الروسية بما في ذلك الخاصة منها لتتمكن من التطور وتكون أعمالا مربحة إضافة إلى أن يتمكن الركاب من شراء التذاكر بأسعار في متناول اليد أي معقولة وأن تكون الخدمات طبعا ضمن أو عالية ضمن المعايير الحديثة والحديث هنا لا نتحدث فقط عن المسارات الطويلة بل حتى على المسارات القصيرة للطائرات للوصول إلى المناطق النائية ولهذا فعلينا أن نتناقش اليوم في إمكانية تطوير صناعة الطيران لتنتج كل أنواع الطيران الطائرات المطلوبة وفق أعلى المعايير فلنبدأ العمل والكلمة لسيد سريف الكلمة لك قال الأمين الرعام لحلف الشمال الأطلنطي أن روسيا تعزز وجودها في منطقة دونباس وتستعد لهجوم جديد على العاصمة كياذا أضح ستولبرغ أنه بالإمكان توقع المزيد من الهجمات الروسية على أوكرانيا وأضف أن الأمر سيتسبب في زيادة المعاناة للأوكرانيين مشيرا إلى قيام الجيش الروسي بعمليات إعادة تمركز نظامنا الدفاعية خلال ساعات من العدوان وخلال أيام قمنا بتحريك آلاف القوات للجانب الشرقي من حلفنا من كل ضفتي الأطلسي والتي تدعمها تغذية جوية قوية بإرسال رسالة قوية أن الناتو واقف متحد وقوي وفي 2021 المقران الجديدان للناتو أصبح فعالا طلب الرئيس الأوكراني فلودمير زيليسكي من بلجيكا المساعدة بإرسال أسلحة وتسهيل انضمام كييف للاتحاد الأوروبية جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان البلجيكي حيث أشار زيليسكي إلى أن الألاف قتلوا في مدينة ماريو بول الأوكرانية وكذا على وجود كارثة إنسانية في ماريو بول أوكرانيا تستعد لخوض معارك جديدة ضد القوات الروسية شرقية البلاد هذا ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلودمير زيليسكي الذي أشار إلى أنه لا يصدق تعهدات موسكو بشأن تقلص عملياتها العسكرية في بلاده الرئيس الأوكراني أوضح في رسالته المصورة أن القوات الروسية تتعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع شرقي البلاد تصريحات زيليسكي جاءت رغم إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستلتزم اعتبارا من اليوم بوقف إطلاق النار في ماريوبول لكي تهسح المجال أمام إجلاء المدنيين من تلك المدينة المحاصرة على صعيد العمليات العسكرية تواصل القوات الروسية عملياتها في الشرق الأوكراني تواصل القوات الروسية عملياتها في الشرق الأوكراني حيث يتم التركيز على إقليم دونباس في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أصدرت تعليمات إلى قواتها بالحد بشكل جذري من النشاط العسكري في اتجاه العاصمة كييف وشيرنيهيف شمالية أوكرانيا على صعيد المفاوضات قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لم يتم التوصل إلى أي نتائج أو تقدم من أي نوع في التفاوض مع الجانب الأوكراني حتى الآن وهو نفس ما ذهب إليه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي قال إن باريس لا ترى تقدما في المفاوضات الروسية الأوكرانية ومن المنتظر أن تستأنفى المفاوضات بين موسكو وكييف غدا ولكن عبر الإنترنت على أمل التوصل إلى مساحة اتفاق بين الجانبين يمكن من خلالها إعلان وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية قالت المخابرات العسكرية البريطانية أن القصفة والضربات الصاروخية الروسية مستمرة في تشارنيعيف برغم تصريحات روسية أشارت إلى تقليص للنشاط العسكري بالمنطقة وزعمت المخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الروسية لا تزال متمسكة بمواقعها في شرق وغرب العاصمة كييف رغم انسحاب عدد محدود من الوحدات مضيفة أنه من المحتمل أن ينشب قتال عنيف في ضواحي المدينة خلال الأيام المقبلة كما أشارت الوزارة إلى أن القتال العنيف ما يزال مستمرا في ماريوبول وهي هدف رئيس للقوات الروسية اعتبر مدير الاستخبارات البريطانية جيرمي فليمينغ أن مستشار الرئيس الروسي فليدامير بوتين يخشون إخباره بالحقيقة بشأن استراتيجيات الحربية في أوكرانيا وفي خطاب نلقاه في الجامعة الوطنية الأسترالية في كامبيرا قال فليمينغ أن بوتين ارتكب خطأا كبيرا في تقدير الهجوم على كييف مضيفا أن هناك جنودا من الروس يفتقرون إلى السلاح ومعنوياتهم متدنية ويرفضون تنفيذ الأوامر ويخربون المعدات الخاصة بهم بل ويسقطون طائراتهم عن طريق الخطأ إلى ذلك أعرب الكراملين عن رفضه للتقرير الأمريكي عن تعرض الرئيس الروسي فليدامير بوتين للتضليل من قبل مستشاره بشأن أوكرانيا أضف أن الولايات المتحدة لا تملك معلومات حقيقية بشأن ما يحدث في روسيا وأن سوء الفهم الأمريكي يؤدي لقرارات خاطئة لها عواقب صيئة هذا ورجح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جوان كيربي أن المعلومات التي تصل الرئيس الروسي عن أداء قواته في أوكرانيا مغلوطة أو منقوسة وحذر كيربي من أن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية في الحكومة الأوكرانية وأشار كيربي إلى أن بوتين في حال لم تصله معلومات دقيقة فهذا يعني أن المفاوضات بين موسكو وكييف ربما لن تصل إلى نقطة اتخاذ هذه الفيديوية شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن أي انتشار عسكري للولايات المتحدة وأحلف الأطلنطي في أسيا الوسطى أمر غير مقبول وفي خطاب نلقاه في جلسة مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان قال لافروف أن هذه الخطط تتناقض مع المصالح الأمنية لبلدان المنطقة وتتعارض مع الالتزامات المترتبة عن الوفائق القانونية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعية نجدد على حضراتكم التحية كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطط استراتيجية جديدة تحدد مسارا نحو إنهاء حالة الطوارئ العالمية الخاصة بفيروس كورونا وأقرت منظمة الصحة العالمية هدفين رئيسيين وهما الحد من الإصابات بعدو كورونا وتشخيص وعلاق حالات الإصابة بشكل فعال للحد من الوفيات وقالت المنظمة إن ذلك يمكن تحقيقها من خلال زيادة الإشراف والمراقبة وتحسين المساواة في اللقاحات العالمية وتعزيز أنظمة وإمتادة الرعاية الصحية فضلا عن تجديد البحوث وتحليل البيانات أعلنت وزارة الصحة اليونانية تعليق إلزام المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بالحصول على تطايم ضد فيروس كورونا وتعد تلك الخطوة أحدث تعديل تعلنه الوزارة على خلفية انخفاض حالة الدخول للمستشفى بين هذه الفئة التي كانت تسبب عبءا على النظام الصحي في اليونان وتدرس الوزارة طرقا لتحفيز الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما على التطعيم حيث قررت أيضا وقف الغرامات التي تم فرضها في وقت سابق لأن هذه الفئة العمرية كانت تثقل كاهلاء نظام الصحة الوطنية إلى الصين حيث كشف المكتب الوطني للإحصاءات عن تراجع النشاط الصناعي في مارس الماضي في وقت أدى أسوأ تفشي لكورونا في البلاد منذ عامين إلى فرض تدابير إغلاق شملات المصانع سجلت الصين آلاف الإصابات بفيروس كورونا على مدى الأسابيع السابقة بعد تمكنت على مدى نحو عامين من القضاء على الإصابات في أراضيها تراجع للنشاط الصناعي في الصين على وقع تواصل تفشي فيروس كورونا في البلاد هكذا تشير الأرقام والمؤشرات التي تقيس النشاط الصناعي وبحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في الصين فقد انخفض مؤشر مدير المشتريات إلى نحو 49.5 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر مدير المشتريات غير الصناعي إلى 48.4 من 10 مع تأثر قطاع الخدمات بشدة بتفشي فيروس كورونا ويعد هذا أول انكماش في الصين منذ خمسة أشهر تقريبا حيث خفضت بعض الشركات الإنتاج أو أوقفته بشكل مؤقت جراء كوفيد-19 تاتي تلك الأخبار في وقت تكافح فيه السلطات الصينية للقضاء على موجات متعقبة لكورونا عبر فرض قيود وتدابير للإغلاق في مراكز صناعية رئيسية بالبلاد وعلى مدى أسابيع سجلت الصين آلاف الإصابات بفيروس كورونا يوميا بعدما تمكنت على مدى نحو عامين من القضاء على الإصابات في أراضيها ويرى خبراء أن عزم بكين المحافظة على استراتيجيتها القائمة على صفر إصابات بكورونا لمكافحة الإصابات بالمتحول أوميكرون سيشكل ضربة قوية للاقتصاد الصيني حيث تضطر سلطات للإغلاق ما يجبر القطاع الصناعي على خفض الإنتاج أو وقفه تماما شاركت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب رشا راغب في جلسة تقادم المهارات التحدي القادم للحكومات والتي انعقدت في إطار القمة العالمية للحكومات بدبي دارت المناقشات حول ضرورة استعداد الحكومات لتطوير وجدب موارد بشرية تتماشى وأدوارها المستقبلية وكيفية سياغة خطط وقعية لتطوير الثروة البشرية والبنية والثقافة التكنولوجية والإلكترونية في مؤسساتها ليصبح بذلك جزءا من التطوير حتمي الحدوث نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالك الذهب تمهيدا لرفع الدعم التمويني عنهم قد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين التي أوضحت أن منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني إنما تعد عملية تنظيمية تستهدف مؤكبة تطور التكنولوجي وذلك لمنع عمليات الغش في السوق المحلية وأحكام الرقابة على هذه الصناعة بحيث يتم معرفة منشأ كل قطعة ذهب وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها وحتى بايعها وتناقلها ما بين العملا تواصل أجهزة الدولة جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المنافذ التموينية المنتشرة بمختلف المحافظات يأتي هذا تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم جهود متواصلة تقوم بها أجهزة الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المنافذ التموينية المنتشرة بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم احنا بنترح هنا اللحوم السوداني الطازة ب95 جنيه اللحوم المجمدة البرازيلي ب80 جنيه اللحوم الهندي المجمدة أيضا ب55 جنيه معارض أهلا رمضان الحمد لله مبارح شرفنا دولة رئيس مجلس الوزراء في محافظة الجيزة في معرض فيصل عندنا حوالي 8000 منفذ على مستوى الجمهورية خاصة بمعارض أهلا رمضان بنستعد أيضا لصرف التموين إن شاء الله اعتبارا من بكرة 1 أربعة لكل المواطنين محافظة الجيزة تضم 6 معارض أهلا رمضان ونحو 70 سيارة متنقلة لمنفذ وطنية أما عن وزارة التموين فقد وفرت 300 سيارة متنقلة بسلع غذائية وأسعار تنافس مثيلاتها تم ضخ كمية كبيرة من السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة وإن شاء الله ستسمر طوال شاء الله ومضان وفي اتفاق إنها ستسمر طول السنة أسعار المخفضة لإنه الأهم من الرقابة الإتاحة 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 زي موزين التموين الأسعار إحنا الإسعار ما اختلفتش عندنا إحنا عندنا الرغيف بشيلن على بتاعة التموين ما فش مناش دعوة بيه الأسعار الغالي من ما نشدعوة بيه آه عندنا وزن رغيف معروف ورقابة عليه وبشيلن المواطن اللي هو مع البتاعة التموينية النهاردة فيه دمج ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعني شايفين منافذ المتنقلة بتاعة وزارة التموين وعرضة بأسعار مخفضة جداً سكر وشاي ورز وزيت زيت بيوصل ل 22 جنيه والسكر ل 10 جنيه والعديد من الأسعار التانية المخفضة مكرنة بمثيلاتها في الأسواء كميات متاحة لأي حد كميات اللي هم عايزينها بياخدوها أجبال جماهيري كواس جداً أوفر عن بره بكتير قوي كميات برضو اللي احنا بنوازن من وزارة التموين بيتيجي بالنسبة للسلع برضو كلها موجودة ما في شيء مشاكل 30 ألف منفذ لبيع الخبز المتوفر بكافة محافظات الجمهورية وتفتح المنافذ أبوابها للمستهلك بمواعدة تتناسب مع الشهر الفضيل فأولاً وأخيراً تسعى الدولة لتوفير كافة احتياجات المصريين أينما كانوا وبأسعار مناسبة تفقد محافظة الإسماعيلية الشريف أهمي بشارة معرض أهلاً رمضان ومعرض كلنا واحد وذلك بمنطقة أبو عطوات تابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية أخذ للجولة حرص محافظة الإسماعيلية على اللقاء بعدد من المواطنين وذلك لمعرفة مدى رضائهم عن السلع المعروضة وقودتها وأسعارها مقارنة تمبيع الأسعار خارج المعرض أكدت وزارة الصحة على تسجيل 106491 مواطناً من منتفع منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة خالد عبدالغفار لوحدة طب أسرة رأس مسلة في جنوب سيناء فور وصوله للمحافظة ضمن جولته الميدانية لعدد من المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة للوقوف على معدلات التطوير والإنجاز في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضم المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل لست محافظات هي الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وفورسعيد والسويس وأسوان أكد وزير التنمية المحلية محمود الشعراوي أن البرنامج التدريبية الأول لبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية يركز على الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية ورفع قدرات كوادر وقيادات الإدارة المحلية على تطبيقها بما يؤدي إلى استدامة واستمرارية المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى المصرية بعد انتهاء تداخلات مبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في حفل تخري الدفع الأولى من دفعات البرنامج التدريبية بالمراكز والمحافظات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ذلك بمشاركة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وممدوح أوراب محافظ الشرقية وخالد عبد العال محافظ القهرة وأحمد راشد محافظ الجيزة قامت مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة بتوزيع عدد كبير من سناديق المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بكافة مراكز محافظة الإسماعيلية ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصل الخير وتستمر جهود المؤسسة لاستكمال حملة توزيع المليون كرتون ضمن قوافل وصل الخير وذلك في مختلف أنحاء محافظة الجمهورية تباعا على الفئة الأولى بالرعاية وقبل وخلال شهر رمضان بجانب أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم في القرى المدرجة بالمبادرة نحاول النهاردة نستوعب كافة مراكز المحافظة السبع مراكز وكافة القرى عن طريق الجمعيات والأسر الأولى بالرعاية من أهلنا من قرى محافظة الإسماعيلية بإذن الله دي الموجة الأولى من توزيع الكاراتين إن شاء الله يكون فيه موجة تانية وموجة تالتة بإذن الله ونستوعب أكبر كمية ممكنة من أهلنا في محافظة الإسماعيلية هنبتدي نوزع الكاراتين تابعة لمؤسسة حياة كريمة إن شاء الله المتصوعين كلهم بيشاركوا النهاردة وبتعفر الجهود مع الجمعيات الموجودة في القرى التابعة لمركز ومدينة إسماعيلية النهاردة بيتم توزيع ألاف الكاراتين على أهلنا في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة وصلة الخير للألاف المصريين أعقد وزير البترول طارق الملة جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأنجولية تيتيتو انتونيو ووزيرة الشباب والرياض الأنجولية أناب باولا ناقش الجانبان التحديات الحالية التي تواجه صناعة البترول والغاز العالمية خاصة في القارة الإفريقية بالإضافة إلى سبل توحيد الجهود والتعاون ما بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه التحديات ودعم الاستثمارات في مجالاته والبقود الأحفوري بهدف تمويل مشروعة الطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن نتائج القمة العالمية للمناخ وفرص عرض القضايا والمبادرات الإفريقية خلال القمة العالمية القادمة كوب 27 التي تستضيفها مصر كممثل للقارة الإفريقية أكد الملخد للقاء أن لدى مصر وأنجولا فرصا كبيرة لتعاون في مجال أو مختلف المجالات خاصة في مجال تصدير الغاز المسال واستعرض الوزير أنشطة شركة القطاع البترول المصرية والمشروعات التي تنفذها أو تساهم في تنفيذها وذلك في قارة إفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن القطاع المصري يمتلك خبرات كبيرة في مجاميع مجالات الكهرباء وتقاتل متجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفني ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الإفريقية جاء ذلك خلال حضور وزير الكهرباء احتفالية تخريج 75 متدربا من دول السودان وجنوب السودان وجيبوتي وبرندي الصومال في خمسة برامج تدريبية وتعد هذه البرامج أحد الأنشطة الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية الذي يتبنى القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الإفريقية خاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقي شهد وزير الزراعة سيد القصير ختام أعمال البرنامج التدريبي للمبعوثين على فارقة حول تمكين المرأة الرفية الإفريقية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر قام وزير الزراعة بتسليم الشهادات التدريب للمبعوثين الأفارقة عددهم خمسة وعشرون متدربا من إثنتي عشرة دولة إفريقية يأتي ذلك في إطار التعاون الفني المشترك ما بين المركز المصري الدولي للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بحثت وزيرة التعاون الدولي راني المشات مع مديرته بعثت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر للزيلايت التعاون المشترك مع الوكالة في ظل العلاقات المصرية الأمريكية الاستراتيجية لدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة شهد اللقاء بحث العديد من محاور التعاون المشترك على مستوى مشروعات التعاون الإنمائي الجارية والمفاوضات حول المشروعات المستقبلية وبحث سبول التنسيق والتعاون في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية كوب 27 عقدت وزارة التعاون الدولي ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر وصندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ الخاص بإفريقيا اللجنة التسييرية الأولى لبرنامج مكافحة تحديات الهجرة بمصر الممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي والخاص بإفريقيا والممول بقيمة 63.6 مليون يورو بواقع 60 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و3.5 مليون يورو منحة من مساهمات أخرى يهدف البرنامج إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص وإيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات تبلغ محفظة التعاون الحالية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو مليار و35 مليون يورو في صور منح لدعم عدة قطعات أبدع الشاب القبطي ميلاد جابر أحد أبناء محافظة بنسويف في تصنيع فوانيس رمضان من الخشب أو ما يعرف بفن الأركات لمشاركة أبناء محافظته المسلمين بفرحتهم بقدوم شهر الرمضان المبارك واستكمال مسيرة عمله في صناعة مجسمات المساجد وكنائس من الخشب أيضا على مدار 12 عاما ميلاد جابر مواطن قبطي من بنسويف يحرص على مشاركة المسلمين الاحتفال بقدوم الشهر الكريم من خلال تصنيف فوانيس رمضان من الخشب ويقول ميلاد أنه يعمل في صناعة مجسمات المساجد والكنائس من الخشب منذ 12 عاما اشتغلت في الشغل بتاع الفوانيس حبيت أن أعمل حاجة ابتدت بالتقليد الأول وبعد كده استمرت أن أعمل فيه لحد ما قلت لأ أنا عايز أعمل حاجة مختلفة شوية فأما كنتش عارف إياه بالضبط بس الحمد لله ربنا أكرمني أن أعمل حاجة بالتصميم ده ونشكر ربنا أنه أعجب ناس كتير وأنه أحاز على إعجاب أخوات المسلمين طبعا لأنه أكثر أكثر ناس هم اللي عايزينه وهما اللي بيقبلوا عليه ويقوم ميلاد بتصني أكثر من عشرة فوانيس يوميا بكافة الأشكال والأحجام وذلك بحسب طلب زبائنا ويقوم بالتسويق لمنتجاته من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما يقوم به الشاب القبطي ميلاد هو دليل جديد على قوة نسيج هذا الوطن والمحبة التي تجمع أبناءه من هذا يا مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها لا تذكر بأبرز ما جاء فيها من عنوين الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا ويؤكد الحرص على تعزيز أتر العلاقات الثنائية وتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية مدبولي يؤكد تطلع لزيادة الاستثمارات النرواجية في مصر ويضع شركات جديدة لاستفادة من فرص الاستثمار الأمين العام لحلف الناتو يقول إن روسيا تعزز من وجودها في دونباس وتستعد لهجوم جديد على كييف انتهت الثالثة نعم في تمام الثالثة مشاهدين جولة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصر في أمان الله في أمان الله